السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة ثانية باكالوريا علوم اقتصادية اذا نبطلب من مجموعة من تلاميذ فيما يخص الاستخاتيجي دان باكتسيون اللي بقى كتخلق لكم مشكل يعني من فهماش مزيان هدور قررنا اننا نعملوا هاد فيديو هادا باش يعني نحيدوا جميع التساؤلات او الالتباسات اللي كانوا في خصوص هاد الاستخاتيجي هاد اذور بالنسبة لل voiture دان باس يعني نبي الليل الانستخاتيجي دان باسعين لدينا نبيل الليل اختصيلات знаете من هذا destاؤلات ان يمحن ل��� . Donc للم picks train سنكون جمار لدى اختصالية تمنح لدخانات تلتشتهonia يعني شركات تجمع مع شركات اخرى مع الحتفظ بإستقلاق لها من أجل إقامة إجراءات مُشتركة مُرتبطة ببعضها البعض ومن خلال علاقات تعاقودية هادئي هي لستrategي دانpartition عندها ديزاروانتاج ويزار كونيو بالسماء لزاروانتاج ديالها حفظو غير هادجوش ديزاروانتاج وحفظو ديزاروانتاج حفظو ديزاروانتاج وديزار ودوزار كونيو بالنسبة للزاروانتاج ديالها عندها لغیالزاشن ديزاروانتاج يعني التكامل بين الشركات يعني الشركات مليكة تجمع بعضياتها لك تخلق واحد النوع من التكامل والتأذر فيما بينها عندنا لفلكسبلية للأنتروبخيز لأن الانتروبخيز devient فلكسبل على كل changement d'environnement بالنسبة للإنقافيين أو للميت عندنا دوز الإنقافيين عندنا الرسك للفول دينفورماتي سرقة المعلومات و عندنا الكنفلت بين البرتنار يعني من اللي يقول ليه بزيز البعض المجموعين رى هاتشي كيخلق مواحد تحدي يعني وهاتشي كيخلق لهم مشاكل إذا عدنا الفول دي لافورماتيون أو الكنفلت بين البرتنار بالنسبة ل استراتيجي ديال دباغة نشوفوا الموضاليتي الأنماط ديال اللي امتاري أو الأنواع ديال اللي امتاري بالنسبة للموضاليتي ديال اللي امتاري عندنا أول موضاليتي عندنا لسو تخيطانس يعني تاخد أشكال متعددة للمبارتش الشكل الأول هي لسو تخيطانس أو شركات المناولة هالشركة هدي أو شركات المناولة هالستراتيجية هدي عندنا قال لك لدونور دور في إكزيكوتي إل بارتي دي سا بروديكشن بار إلترابيز اللي كتسمى لسو تخيطان نعطيكم مثال مثلا الأبناء كمثلا كيخدموا بعض الشركات دي التأميد لسو تخيطانس عندنا دائما في البنك تتقى وحد الشخص قدام الباب عساس قدام الباب وكينتميش البنك مثلا البنك الشعبي مثلا كينتميش شركة أخرى لذلك البنك الشعبي قررت مثلا أنها تعاقد مع شركة أخرى اللي غتحقق لها واحد لأكتيفيتاي اللي غتقوم لها بواحد لأكتيفيتاي اللي هي التأميل اللي هي لسو تخيطانس عندنا لفخانشيز لفخانشيز يقوم احد طرفين واللي كي تسمى الفرانشيزي بمنح الطرف الاخر اللي هو الفرانشيزي الموافقة على استخدام حق من حقوق الملكية الفكرية او المعرفة الفنية او انتاج السلعة او توزيع المنتجات ديالو على حسب العلامة التجارية ديال الفرانشيزي وبطبيعتها الهد الشي هده كيكون بمقابل مادي عد عدنا لغروكمان دانتغير ايكوناميك اللي هو الشكل الثالث من اشكال الالام بارتيشيون لغروكمان دانتغير ايكوناميك يعني هو واحد الهيكل قانوني اللي من خلاله كيقوم مجموعة من الشركات او اشخاص بتأسيس واحد المجموعة اللي كتسمى مجموعة او مجموعة دانتغير ايكوناميك او مجموعة دات نفع اقتصادي الواحد المدة محددة والهدف منها هو تسخير جميع الوسائل اللي ممكن انها تسهل نشط اقتصادي الاعضاء ديالو وتحسي الانتاج وغالبا هاد الكولابوراسيون هاد اتفاع كيكون على بنسبة البحث والكوميرزياليزيالزيالزيال البروديو وليتويد دي مارشي نشوفو الناوع الرابع من الصراتجي ديال الانپختشن اللي هيا الهadowsو او الانتاج وانت دىتنونة أبار أقل من قربان کے شعور ازعانات يعني هي شركة تسيطر عليها شركة أخرى أو شركات أخرى التي يسمح لهم بجمع معارف وكفاءات متخصصة لدينا الشكل الخامس اللي هو la concession هنا c'est un contrat par lequel un commerçant يمكن أن يكون 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 يعني حصريا sur un territoire أخبرني pour un commerçant أو un industriel appelé concession مثل هنا AutoHall et concessionaire de Toyota يعني هو واحد العقد اللي كيقوم من خلاله تاجر اللي هو الconcessionaire بتوزيع منتوجات في واحد البلد معين على تاجر آخر كي تسمى الconcessionaire مثلا هنا قلنا AutoHall et les concessionaires de Toyota هنا في المغرب قلنا AutoHall اللي كاسبيع يعني اللي 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 안osium يعني يعني هو واحد العقد اللي كتأدن بالموجب ديالو الشركة باستخدام براءة اختراع مقابل من طرف شركة اخرى مقابل بمقابل مادي من طبيعة الحال هاد براءة اختراع اللي كتسمى حقوق الملكية اذا شركة كتبيع حقوق الملكية لشركة اخرى دونك هادي هي السسيان دو لسانس اذا هادو هما جميع الموضاليتي ديال لسخاتيجي دان بارتسيون الور كنتمنى انكم تكونوا استفتتم هادلا فيديو هادي الى عجبتكم ما تنسوش تبارتاجيوها افيك بوزامي باش يستفد اكبر عدد من التلاميذ كنتمنى لكم التوفيق اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناة باش توصل بجديد ديالنا هادشي اللي نقول لكم كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته